الكرام وحول آخر التطورات الراهنة ينضموا معنا مباشرة الباحث في الشئ السياسي السيد مخلط حازم أهلا بك معنا في حصادنا الإخباري بداية السوداني وابنازخارت بحثا مع الحلبوسي مستقبل العمل السياسي خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية كيف قرأتم هذه الزيارات تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدين قناة بالتأكيد سيد الحلبوسي هو فاعل سياسي مهم ورقب صعب في العملية السياسية كان له دور كبير في دعم تحالف دارة الدولة والمضي بهذه العملية السياسية الجميع يعرف ماذا فعل الحلبوسي من أجل أن يمضي بهذه العملية السياسية السيد السوداني أيضا يعلم كيف كانت الأمور تدار في وقت حرج كبير من المضي في تشكيل الحكومة علينا اليوم أن نتكلم عن رئيس مجلس النواب وليس عن شخص عادي ما حصل أكيد هو ارتداداته ستكون صعبة على العملية السياسية واستمرار العملية السياسية أكيد هناك يعني تعاطف كبير من كتل سياسية داخل الإطار التنسيقي وخارج الإطار التنسيقي مع ما حصل مع سيد محمد الحلبوسي بالرغم من أننا نتكلم ونتفق أن محكمة اتحادية هو قراراتها باتة وملزمة ومحترمة من الجميع لكننا اليوم أكيد كباحثين ويعني مهتمين بهذا الشأن أيضا علينا أن نستعلم هناك بعض الاشكالات التي ظهرت مع هذا القرار ولحد هذه اللحظة لم نعلم كيف ذهبت المحكمة باتجاه إدانة السيد رئيس مجلس النواب ضمن جزاء وهو تزوير في محررات رسمية فبالتالي هناك اختصاصات نعرفها للمحاكمة العراقية كلهم ضمن اختصاصه ومحاكم التحقيق ومحاكم الموضوع ومحاكم البداءة وحتى المحكمة الاتحادية لها اختصاصات معينة واضحة المعالم وطلعنا عليها بدقة ومورونة أكثر لم نجد أن هناك فقرة تذهب بها المحكمة باتجاه إدانة نائب في مجلس النواب إلا بعد تصويت مجلس النواب على إقالة هذا النائب أو شيء من هذا القبيل فبالتالي حتى في مؤتمر السيد محمد الحلبوسي هو أراد أن يستعلم يعني الرجل هو أكيد يمتثل لأوامر المحكمة الاتحادية طيب أستاذ مخلد يعني الحلبوسي أشار إلى فتح باب المرافعة من قبل المحكمة بعد إغلاقه ومن ثم إدخال طرف ثالث هذا ما أشار إلى السيد الحلبوسي هل تعتقد أن هناك دوافع سياسية وراء انهاء أضوية رئيس المجلس وهل هناك لربما هكذا أمور ستحدث مستقبلا مع غير الحلبوس أيضا يعني علينا أن نفهم أن المحاكمة الدستورية يعني ليس فقط في العراق في جميع الدول وخصوصا الدول العربية دائما ما تكون يعني عملها يعني يمتزج بنكهة سياسية وخصوصا في الأنظمة البرلمانية لأن الأنظمة البرلمانية هي من تعين المحكمة الاتحادية والتصويتها تم عن طريق البرلمان لذلك في الأنظمة البرلمانية أعلى سلطة في البلد هي تكون السلطة التشريعية لكن المحكمة الاتحادية على اعتبار هناك فصل ما بين السلطات على اعتبار هي المحكمة الدستورية وهي المحكمة الضامنة لحقوق المواطنين فبالتالي أكيد نحن أيضا نريد أن نعلم لماذا دخل الطرف ثالث في هذه القضية بعد انتهاء المرافعات وحتى لو دخل الطرف ثالث في هذه القضية يجب أن يكون هذا الطرف معه أدلة جديدة لكن ضمن فحوى القضية ليس ضمن قضية أخرى وأركان أخرى ومعالم أخرى وقضية يعني بعيدة عن أصل القضية فبالتالي هذا الذي نحن نريد أن نستعلم من المحكمة لماذا ذهبت بهذا الاتجاه وخصوصا يعني الطرف الثالث دائما ما يدخل فيه القضايا هو لدعم خصم أو لتمام إكمال إجراءات الدعوة تستوضح منه المحكمة لغرض انهاء الدعوة فبالتالي السيد باسم خشان عندما ذهب كطرف ثالث في هذه الدعوة ذهب في مسمى جديد للقضية والمحكمة أشارك لهذا الموضوع لكن المحكمة هي أعتقد يعني ذهبت بإدانة السيد الحلبوسي على ما جاء بفقرات هذه التقرير أو المسمى الذي قدمه السيد باسم خشان لأنها هي شرحت أثناء قرارها للقرار شرحت بشكل مفصل عن هذه الدعوة التي هي غير المفروض أن تذهب بهذا الاتجاه كل هذه المحاولة أن نحصل على إجابات من المحكمة التي نحن نؤمن بها كمحكمة دستورية عليا أستاذ مخلد شنو تبعات صدور القرار بعد المقاطعة السياسية لمكون رئيسي في العملية السياسية يعني أكيد هناك ارتدادات سوف تؤثر على العملية السياسية لذلك كانت زيارة السيد السوداني هي يقع ضمن هذا الإطار لأن انسحاب وزراء من تقدم من مجلس الوزراء ونحن أيضا نعاني من نقص أصلا في أركان العملية السياسية هو انسحاب السيد مقتضى صدر والتيار الصدري من هذه العملية أكيد هذا سوف يسبب خللا كثيرا في المواد والقوانين والتشريعات وكثير من الأمور أيضا التقدم يملك أكثر من 38 مقعد داخل البرلمان فإذا ما علقوا حضورهم لجلسات مجلس النواب أكيد سوف يكون هناك إرباك داخل مجلس النواب هناك من يتكلم دعنا نمضي لكن نحن نتكلم عن عملية سياسية مضت لأكثر من 20 عام خلال هذه العشرين عام هناك اتفاقات هناك شراكات هناك يعني كثير من الأمور تم الاتفاق عليها وتم المضي بهذه العملية السياسية إذا ما أرادوا المضي بدون الاكتراث اللي ما حصل يعني للسيد الحلبوسي كي سوف تتعرض هذه العملية السياسية طيب هنا أقاطعك بسؤال أكير أستاذ مخلد يعني هناك شخصيات سياسية رفيعة حذرت من أن مقاطعة الصدر للانتخابات كما ذكرت جنابك أيضا وإنها عضوية الحلبوسي سيمنعان إجرائها يعني أنتم كيف تقرؤون هذا الأمر يعني بالتأكيد قصدك الانتخابات المجالس المحافظات القادمة يعني أكيد انتخابات المجالس المحلية القادمة تكلمنا عنها سابقا وقلنا أنها تكون عرجاء بمعزل عن التيار الصدري الذي يعتبر فاعل مهم في العملية السياسية لأن هذه الانتخابات تؤسس لقواعد محلية سياسية ومن ثم يتم الانطلاق إلى البرلمان فيما بعد فبالتالي غياب التيار الصدري من جهة غياب ممكن أن يكون تقدم من جهة بالتالي لن تكون أركان هذه العملية السياسية مكتملة وبالتالي حتى وإن مضوا فإن الشرعية هذه الانتخابات لن تكون كاملة قرارات هذه المجالس لن تكون ذات شرعية كاملة فبالتالي نحن نتوقع أن هذه الانتخابات لن تمضي خلال هذه الفترة المحددة لها نتوقع أن تؤجل إلى عام آخر لجعل هناك رضية كاملة واستقرار كامل للعملية السياسية هناك اليوم أطراف قد تضررت من بعض القرارات وهذا ما لم يجعل هذه العملية السياسية تمشي بسلاسة السيد السوداني أكيد يشعر بحرج مما يحصل الآن لأنه يحاول المضي بهذه العملية إلى بر الأمان ونحن شهدنا فترة من الاستقرار السياسي والأمني في البلد نعم الباحث السياسي الأستاذ مخلط حازم كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا لكم